اشتركوا في القناة والفترة الاخيرة يمكن ترتيب شكل جدول الدوري وفقدان النقاط في المباريات الاخيرة خل الدوري حاليا اصبح على صفيح ساخن فارق المباريات المؤجلة اصبح مبارتين مبارا مع الاسماعيلي مبارا مع المولين العرب ان شاء الله باذن الله اذا حقق الاهل الفوز في المبارتين سيرتفع في الرصيد من 45 نقطة الى 51 نقطة ويتساوى مع الزمانك المتصدر حاليا ب51 نقطة فبالتالي بعد ما كان عندنا مساحة اللي احنا بنتكلم في فرق خمس نقاط في حال الفوز في المباريات المؤجلة بنفقد نقاط في المباريات الاخيرة وكنا نتمنى ان يكون في اهتمام اكتر وفي روح اكتر داخل الملعب عشان ما نقررش نفس اللي حصل في الموسم الماضي ولكن نتمنى انه يعني تكون ضرة نافعة بالنسبة للفريف الفترة اللي جاية من اجل تدارك الاخطاء والعمل على احراز الثلاث نقاط في كل المباريات القادمة والمتبقية من عمر مباريات الدور العام حالة النهاردة فيها تفاصيل مهمة وهنتكلم على كل الامور المتعلقة بمباراة الجونة والاهلي ونتكلم كمان عن غضب الجمهور وزعل الجمهور من فكرة فقدان النقاط في الفترة الحالية وكمان نتكلم عن ابرز الاخبار والقرارات اللي بيتم اتخاذها النهاردة سواء من ربطة الاندية من اتحاد الكورة مباراة مصر واسبانيا النهاردة بالتأكيد في نهاية الدورة الولمبية دورة ألعاب البحر المتوسط اللي استطفتها الجزائر خلال الى عشرة ايام الاخيرة النهاردة نهاية كورة اليد ما بين مصر واسبانيا وبالتأكيد هنتكلم على هذه المباراة اللي هتنطلق ان شاء الله الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة لكن بسرعة نروح لي سؤال حلقة النهاردة من برنامج الترند وسؤال النهاردة ليه علاقة بالتأكيد بنتيجة مباراة الامس عايز اعرف الجمهور رأيه ايه ورسالته ايه للعب الاهلي بعد التعادل مع الجونة وقبل المباراة المهمة المتبقية من الموسم الجاري شاركوا معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض كل رسالة الجمهور للعب الاهلي بعد التعادل مع الجونة بالأمس لكن بسرعة نروح ليه أهم العنوي في ترند الاهلي الاهلي يغلط ملف الجونة ويستعد لفيوتشار وفي الترند المحلي اتفاقية تعاون ما بين ربطة الأندية المصرية والإماراتية وفي الترند العالمي مونديال الأندية مهدد بالإلغاء كاس العلم للأندية يعني الأهلي مش هشارك في البطولة بعد اخسارة اللقب الإفريقي أمام الوداد لكن فيه تفاصيل متعلقة بالتأكيد بهذه البطولة هل ستقام أم لن تقام وبالتأكيد بطل إفريقيا المفروضة اللي هيشارك فريل وداد هيكون حظه سيء ده هنشوفي خلال الفترة اللي جاية طيب مباراة اليوم النهاردة في مباراتين في كأس مصر نتيجة طبعا توقف الدوري الفترة الحالية بسبب مباراة الربطة فالتحاد الكرة كمان بيلعب مباراة دور الستاشر في كأس مصر الموسم الحالي ساعة ستة طلعا الجيش هيستضيف منتخب السويس والساعة تسعة بيراميز هيلعب مع سيراميكا كيليو باطرا دي مباراة دور الستاشر وبالأمس كان سموحة كسب بقفر الشيخ بستة أهداف مقابل هدف نتيجة كبيرة وعريضة بالنسبة لفريق سموحة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع فقر التريند التريند واللي عندنا فيها كلام مهم جدا بالنسبة لمباراة الأهل وجونا وكمان هنلقي الدوق على بعض التفاصيل الخاصة بإدارة لجنة الحكام لملف تعيين الحكام في مباراة الدوري في الفترة الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن مباراة الجونا والأهلي اللي انتهت بالأمس بالتعادل السلبي لكل الفريقين في إطار مباراة الجولة التسعة ومباراة معجلة من الدور الأول بالمناسبة قبل مدخل في تفاصيل المباراة وردود الأفعال بالنسبة لجمهور الأهلي بعد التعادل السلبي بالأمس يمكن اتحاد القرى أعلن منذ لحظات قليلة جدا النهاردة تم إرسال أسماء الأندية المصرية اللي هتشارك فيه مصابقات الأندية الإفريقية الموسم المقبل موسم 2022-2023 تبقى للمعيار اللي اعتمدوا مجلس إدارة اتحاد القرى في جلساته الأخيرة أن نتائج الدور الأول هي اللي هتكون حاسمة في مسألة ترتيب الأربع فرق الأوائل في الدور المصري عشان يشاركوا فيه مصابقتين دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية وبالتالي بعد اتعادل الأهل بالأمس أمام فريق اللالجونة أصبح الزمالك متصدر جدول الدور الأول الأهل فيه المركز الثاني ثم بيرامدز في المركز الثالث وفيوتشر فيه المركز الرابع وعلى هذا الأساس الأهل والزمالك هيشاركوا فيه دوري أبطال إفريقيا وطبعا هذه النسخة الأخيرة من مصابقت دوري أبطال إفريقيا بنظامها الحالي دي جزئية لسه أشرحها في الفترة اللي جاية إن شاء الله بالمستندات لكن بيرامدز وفيوتشر هيشاركوا فيه كأس الكنفدرالية الإفريقية وبالتالي الخطوة القادمة اللي بننتظرها في الفترة اللي جاية بعد إرسال أسماء الأندية أول شهر تمانية المقبل الاتحاد الإفريقي هيرد على طلب الاتحاد المصري إما بالموافقة أو لو عنده تعليق على معيار مشاركة الأندية هيرد على الاتحاد الكورة وقتها لكن اتحاد الكورة استقرر خلاص إن الأهل والزمالك دوري أبطال إفريقيا بيرامدز وفيوتشار هيشاركوا في كأس الكونفيدرالية المعيار بقى اللايحة فيها بند ما فيهاش كل ده هينقشوا الاتحاد الافريق لأنه كان حط بعض المعايير الخاصة بمشاركات الاندية هل اندية الموسم الماضي ولا اندية الموسم الحالي لو انت حطت معيار بالجدارة الرياضية معيار الدور الأول كل ده لو موجود في اللايحة الاتحاد الافريقي بيتطلع على اللايحة قبل ما يديك القرار النهائي والموافقة على فكرة المشاركة الافريقية دورة ابطال افريقيا كأس الكونفيدرالية كل ده بقى لسه هتناقش في الحلقات اللي جاية لأنه عندي كل المستندات المتعلقة بدور السوبر الافريقي كل الملفات وكل الأوراق المتعلقة بدور السوبر الافريقي هتبقى هنا من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الاهلة هنشرح لكم بالزبط اين لا يشرح او اين لا يحصل في السنة اللي جاية ان شاء الله زي ما انت قدامكم على شاشة ده الخطاب او ده الخبر المتعلق بمشاركة الاندية المصرية في الموسم القادم اهل وزمالك دوري ابطال بيرامدز فيوتشر في كأس الكونفيدرالية دور السوبر بقى هيطبق من اغسطس عشرين تلاتة وعشرين دوري ابطال افريقيا السنة دي هي اخر نسخة ليه يعني هقول اهل وزمالك دوري ابطال بيرامدز فيوتشر كأس الكونفيدرالية دي اخر نسخ بالنسبة لبطلطي دوري ابطال وكأس الكونفيدرالية معنى كده ان هم هيتلغوا لا مش هيتلغوا هم هيكونوا موجودين مع دور السوبر ولكن دور أبطال إفريقيا والكونفيدرلية من الموسم بعد القادم مش هتبقى بنفس النظام اللي تتلاهي في دلوقتي كلنا عارفين في دور تمهيدي أول في دور تمهيدي ثاني ثم دور المجموعات 16 فريق على أربع مجموعات دور التمانية السيمي فاينال والفاينال ذهاب وعودة لكن بعد كده النظام ده هيتغير في دور السوبر معايا ما يثبت أن دور أبطال إفريقيا هيتحول إلى النظام القديم اللي كان موجود من أكتر من حوالي 20 سنة ابتداء من دور الـ 32 للمباراة النهائية هي مباراة نكأة وترايح ذهاب وإياه بس لا فيه دور مجموعات ولا فيه مشاركة الدول المصنفة ولا الكلام اللي كان موجود ده في دور أبطال إفريقيا التصنيف وكل ده هيروح بقى لدور السوبر في أغسطس عشرين تلاتة وعشرين لم يجي وقتها إن شاء الله يعني الفترة اللي جاية أو بعد العيد بإذن الله هنشرح كل ده بالمستندات وهيكون ده أول مرة كل الورق المتعلق بدور السوبر هيتعرض على أي شاشة رياضية مصرية في الفترة اللي جاية طيب الجزء الثاني وهو متعلق بقى مباراة الجونة والأهلي وأنا بالتأكيد يعني مدرك تمام العلم أن جمهور النادي الأهلي حزين بسبب التعادل بالأمس وزعلان أن فيه نقاط الأهلي بيفقدها فيه الفترة الأخيرة في ظل كمان أن فيه تغيير للجهاز الفني والمفروض تكون دوافع بالنسبة للعيبة أمام الجهاز الفني عشان كل واحد يحاول يثبت وجوده في الفترة اللي جاية التعادل مع الزمالك الجمهور الزعل كسبت بيرامدز في الكاس وكسبت بيتروجيت في الكاس يعني النتائج تعتبر جيدة لكن برضو الجمهور كان بيتمنى يكون فيه أداء أفضل من كده جيت فيه مباراة سموحة مباراة هجومية على أعلى مستوى عملت فرص عديدة جدا لكن أهضرت كل الفرص وخسرت بسبب أخطاء دفعية اتنين تلاتة فتلات نقاط طاروا منك فيه لقاء سموحة دخلت على مباراة الجونة ودي أول مباراة بيدرها ريكاردو سواريش في الدورة العام وبرضو الجمهور هو الجمهور مش بيركز على فكرة أنك بتضيع فرص ولا بتضيعش فرص الجمهور بيركز على فكرة فيه حمية في الملعب ولا لا فيه غيرة على تي شيرت النادي الأهلي ولا لا وارد أن يكون فيه إجهاد وارد أن يكون فيه عدم تركيز بسبب الإجهاد الزهني وارد أن يكون فيه ضغط مطشاط لكن في نفس الوقت الجمهور مقتنع بكل التفاصيل دي لكن في نفس الوقت عايز حمية في أرضية الملعب أنك تموت على تي شيرت بحس أنك ما تخسرش أي نقطة أنك ما تقررش نفس أخطاء الموسم الماضي أنا أتمنى أن اللعيبة تبقى فيه جلسة مع النفس قبل ما يكون فيه كلام من الجهاز الفني من مدير الكورة الاجتماعات اللي بتنبه في الفترة الأخيرة أتمنى اللعيبة نفسها تقف مع نفسها وتتكلم اللعيبة تكتمم مع بعض تشوف الفترة اللي جاية هل فيه مساحة أننا ممكن نفقد نقاط تانية الفترة الجاية ولا لا يعني خلاص بعد ما كان عندك الفرصة أنك تتفوق على الزمالك بخمس نقاط وكان عندك الفرصة أنك تكسب الزمالك في مباراة الدور التاني وبدل ما يبقى الفرق خمس نقاط ممكن يوصل لثمان نقاط دلوقتي أنت لسه عندك مباراتين مؤجلتين مع الإسماعيل والمقاولين ومع ذلك فرق النقاط خلاص مش موجود وأصبحته متساوي مع الزمالك في رصيد النقاط في حال إذا فزت على الإسماعيل والمقاولين مش عايز أقول الفوز في المباراة المؤجلة نحن قلنا ده السنة اللي فاتت وقلناه السنة دي ومع ذلك بنفقد نقاط هل ده ممكن بيدي مساحة أن اللعيبة تشعر أن فرق النقاط ده في مصلحته فبالتالي بيكون فيه هدوء نسب شوية في الملعب مش عارف هل ضغط المطشاط عامل إجهاد زهني فمسألة إهضار الفرص الكتير أمام المرمى ممكن يكون ده سبب ما أنت بتخلق فرص بتخلق فرص بتضيع فرص أه بتضيع فرص كتيرة لكن في نفس الوقت إيه الأسباب في كل الظروف وكل الضغوط دي لما يجي الجهاز فني دايما إحنا بيبقى شايفين أن أي فرقة في العالم لما بتغير الجهاز الفني وبيجي مدير فن جديد عارف أنت فكرة إيه أن أنت داخل على شغل جديد فبيبقى فيه حماس الشغل والحمية اللي أنت تثبت للمدارب الجديد اللي أنت جزير أنك تلعب في التشكيلة الأساسية برضو جمهور أنا بنقلكوا لسان الجمهور أو الجمهور بيتكلم في إيه الجمهور زعلان أن فكرة أننا بنقرر نفس سيناريو الموسم الماضي فالأفضل من دلوقتي والهلسة في الجولة العشرين بالنسبة للأهل أو الواحد وعشرين فبنتكلم بأن حوالي 13 مباراة بتسعة وثلاثين نقطة لو فيه وقفة مع النفس واللعابة الكبيرة اجتمعت باللعابة الصغيرة وفيه تركيز أكتر داخل الملعب أعتقد الفترة اللي جاية مع الفرص اللي بتجينا والاستحواز اللي دايماً موجود في كل مباراة الأهلي لصالح فرقة الأهلي ممكن نكسب الفمواتشات الجاية لأن الأخطاء لو أنت عندك مشكلة في إهدار الفرص أو في ضياع النقاط ممكن الأداء ما يكونش على المستوى المطلوب معناً الأداء مش على المستوى المطلوب يعني أنت ما بتوصلش لمرمى المنافس بس أنت بتوصل لمرمى المنافس آه ممكن بتوصل على فترات بس بتوصل أنت لو استغلت فرصة أو اتنين في مطش الجونة أو في مطش سموحة كنت كسبت الست نقط بس خلاص مراحل وانتهت أو مباراة وانتهت مش هنكلم فيها كتير نركز في اللي جاي عشان ما نقررش نفس الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت في لعبة حصلت مبارح في مباراة الجونة والأهلي واللعبة دي كان عماد السيد حارس مرمى الجونة واضح جداً أنه هو مش مركز فلعب ضربة المرمى مرتين لو في سن التركيز عند محمد شريف وعند حسام حسن زي ما كان وليد سليمان واخد باله منها كويس جداً ومركز بره الثمانتاشر بيسخن وبيعمل حملية الإحماء لو اللعيب أو المهاجم ضغط على حارس الجونة وحارس الجونة مسك الكرة بإيده هياخد كارت أحمر والطرد فهي تفاصيل صغيرة ممكن تكون موجودة في الماتش بس عايزة الحداشر اللاعب جوه الملعب تكون عينهم في وسط رأسهم يكونوا مركزين جداً مركزين في استغلال النص فرصة مركزين في أخطاء المنافس ما انت اللي جوان ما بتجيش إلا من خطأ المنافس انت بتلعب كويس وبتحاول توصل للمرمى لكن لازم يكون في خطأ للمنافس ضمكوا على الشاشة اللقطة دي هو لعبها وحسام حسن شاور طب اضغط يا حسام عليه انت لو ضغطت عليه بدل ما يلعب الكرة كان ممكن يمسكها كان ممكن يضطرد لانه بدليل انه هو مش عالي في القانون انه هو لعب الكرة مرتين بص لعبها أول مرة هنا كان لازم لعب الجونة يجي يستلمها ما سلمهاش لو حسام أو شريف ضغطوا عليه كان يبقى يمسكه الكرة كان يضطرد هنا حسام حسن خد باله وشاور حتى للكابتن محمد عادل اضغط يا حسام عليه مش تشاور للحكم انت لو ضغطت عليه ومسك الكرة هيتطرد التفاصيل الصغيرة دي بتثبت لك انه ممكن يكون فيه جهات زهني اللعبة مش مركزة خبرة او لعيب خبرة زي وليد سليمان واقف بره خد باله انا اتمنى الفترة الجاية اشوف وليد سليمان في التشكيلة الاساسية اتمنى وليد اشوف في المرشات الكتير الفترة اللي جاية المراحل دي عايزة لعيبة خبرة عايزة لعيبة خبرة ففرصة ان انت الفترة الحالية بتفقد نقط انك تركز في اللي جاي والجمهور رسالة اللعبة الاهلي الجمهور والله العظيم مش عايز منكو يعني اكتر من طائدكو لكن عايز حاجة واحدة بس تثبت في الملعب اللي انت فعلا قدر الامكان بتحارب عشان تكسب بتلعب عشان تسعد الجمهور زي ما الجمهور بيرفعك لسابة اسمة ويبقى فرحان بيك وبيهنيك على الانتصارات استقبل برضو وما تزعلش من غضب الجمهور لو انت فقطت نقاط في الفترة الاخيرة او فقطت نقاط في الفترة الاخيرة لان الجمهور مش عايز على حاجة واحدة بس ان النادي الاهلي يكسب يفوز بالدوري ويفرح بفرقته ويفرح بالعيبته ده غرض او ده هدف جمهوري النادي الاهلي البعض ممكن بيشوف ان بعض الرسال من الجمهور بيبقى الهدف منها سلبي اه ده وارد في بعض اللجان اللي موجودة على السوشيال ميديا بتحاول تصدر صورة سلبية فبيبقى فيه ضغط اكتر على الفرقة لكن خدوا الايجابيات اللي موجودة على السوشيال ميديا ايه الايجابيات؟ ان فيه جمهور لا ملوش اي مصلحة لا بيكسب فلوس من وراء التشجيع بل بالعكس بيصرف ويروح الاستاد بيدفع مصاريف انتقالات ممكن يسافر وراء الفرقة ما هندوش اي مصلحة كله مصلحته ان النادي الاهلي يكسب كله مصلحته ان يشوف الفرقة بتعمل اداء مميز جدا في الملعب ده هدف جمهور النادي الاهلي الجمهور اللي يتكلم بالمنطق ده وبالمعيار ده ان عايزك تكسب وبيضغط عليك عشان تكسب خد الضغط ده بشكل ايجابي ما تاخدوش بشكل سلبي لان خد بالك فصت باتنين دوري ابطال افريقيا فصت باتنين كاس السوبر اتنين برونز محتاج تكسب ومحتاج تكمل ومحتاج تفوز بالدوري الاهلي كان وصل لسنة من السنوات في الفين وخمسة وستة وسبعة كان بيلعب على خمس بطولات لو كسب الاربع من الخمسة خسر بطولة كان الجمهور بيزعل فاحنا محتاجين نرجع للحالة دي لازم اللعبة تفهم انك بتلعب في الاهلي بتلعب في خمس بطولات تكسب الخمس بطولات بس تلعب وتقدي خسرت بسبب خطأ تحكيمي عملت اللي عليك والله الجمهور هيرفعك ويحطك فوق راسه لان الجمهور فاهم ووعي وعارف كويس او اللعيب جوه الملعب بيقدي وبيلعب ولا فيه سنة كده انه هو مش مركز وماشي كويس مع الفرقة فيه الفترة الاخيرة اتمنى تكون رسالة الجمهور وصلت للعيبة ونقدر نعمل ده في ماتش فيوتشر اللي جاي ويكون في بقى فرصة انك تصالح الجمهور ماتش فيوتشر ماتش بيرامدز ولقاء الزمالك في نهاية كاس مصر وده فرصة طيبة لما تكون داخل على مبارد طولة اللي انت تسعد جمهورك واتعود كل اللي فات اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند اهلا بحضراتكم من جديد طيب جزء تاني متعلق بي الكرة المصرية بشكل عام المشاكل اللي احنا بنشوفها كل يوم في الكرة المصرية جزء منها هو تأخير القرار او توقيت اتخاذ القرار المناسب في المرحلة المناسبة هنا الامر متعلق بي لجمة الحكام في اتحاد الكرة احنا بقالنا فترة كبيرة جدا بنتكلم عن المشاكل بنواجهها من لجنة الحكام والكل بالامس تفاجئ فجأة ان نهاية كأس الربطة بتاقم تحكيم اسباني وتم تعيين طاقم تحكيم على اعلى مستوى طاقم تحكيم بجد حتى يعني مجاش زيه في مطش الاهل والزمالك يعني الحكم الدولي اللي جيت مطش الاهل والزمالك يعني حكم دولي من 2019 عام المباراة كبيرة بابلكم بقى الحكم الاسباني اللي جاي بكرة في مطش فيوتشر والمحلة في نهاية كأس الربطة ده دولي من 2014 وحكم مميز جدا من اكبر حكام الدوري الاسباني جيف زرفي قدية زرف 72 ساعة لما كان النادي الاهل بيطلب دايما حكام اجانب كان بتتحط جده شروط 40 الف دولار اطلب قبلها ب14 يوم وفي الاخر لما تطلب من الدوريات الكبرى يقولك اصلا ما تردش عليه الامور اصبح يتكشف عشان نعرف اللجنة اللي بنتعامل معاها دي هل اللجنة تتعامل بشكل يعني علمي وشكل صحيح مع الاندية هل فيه يعني سواسية في التعامل او فيه معادلة او فيه معاملة مع الكل واحدة الله اعلم اعتقد دلوقتي بعد الشكل اللي شفنا مبارح الامور بقت مختلفة تماما حتى لما تكلمنا على قيمة ال40 الف دولار وقلنا التكاليف بتبقى كام ما وصلتش ال25 الف والغاية اللحظة ده حتى اتحاد الكرة مردش على القيمة اللي بتتصرف دي ايه ما يثبت ان الرقم ده كله بيتصرف على الاطقم التحكمية اللي بيتم استخدامها من اوروبا طيب اتكلمت برضو على فكرة تعينات الحكام واتكلمت في الفترة اللي فاتت على ان كان فيه جزء او واجب مهم جدا من لجنة الحكام ان هي التستعين بحكام اسكندرية في فترة كبيرة جدا من المطشاط ولما بتكلم ببتكلمش بوجهات نظر او رؤية شخصية انا بستعرض من خلال صفحة اتحاد الكرة لما بتنشر اسماء القطقم التحكمية اللي بتديني المباريات بعمل احصائية ما الاحصائية دي بتديني يعني معيار او مدلول اللجنة اللي بتشتغل دي هل اللجنة بتشتغل على تطوير التحكيم ولا لجنة بتشتغل لمجرد ان هي بتشتغل وخلاص واي حد بيكلمها في حاجة بتنفذها وبتعملها وخلاص ما لازم اعرف اللجنة بتعين مين والفين وازاي يعني مثلا كابتن محمود باسيوني لما اتكلمت عليه حكم من منطقة اسكندرية حكم ممتاز جدا لكن اللي طلعوا من القائمة الدولية كان الكابتن عصام عبد الفتاح ولما اتدلوا ماتشات كتيرة لفترة الاخيرة كان الكابتن عصام عبد الفتاح ايه ازاي يعني ايه معيارك يا كابتن عصام وانت بتديني المحمود باسيوني مباريات متتالية وفي نفس الوقت بتستبعده من القائمة الدولية تيجي على صبح العمروي تلاقي نفس الفكرة برضو حكم من منطقة اسكندرية بيتقرر كتير قوي بعمل برضو كده بحث على المباريات الخاصة بالاهلي وفيوتشر الواتش اللي جاي الاهلي وفيوتشر فبالتأكيد هايز اعرف كم حكم مثلا جيل الاهلي كم حكم جيل فيوتشر عشان اعرف اللجنة هل اللجنة بتشتغل بطريقة علمية ولا اللجنة بتختار كده باي لك يعني بالحظ ولا بتختاري ازاي اكتشفت حاجة اغرب من الخيال هل تتخيلوا ان ممكن حكم ييجي في ماتش لفرقة عشر ماتشات لغاية دلوقتي واحنا لسه اصلا ما كملناش الموسم عشر ماتشات ما بين حكم ساحة وحكم تقنية فيديو يعني الاندية بتركز في الملف بتاعها وبتحس ان بظلم التحكين بتطلب حكام اجارب الاهلي طلب فيوتشر طلب كل الاندية طلبت لكن تيجي تبص على لجنة الحكام اللي الكابتن عصام متمسك بالكرس بتاعها لغاية دلوقتي ومش فاهم ليه ومش قادر افهم برضو ليه الاستس جمال علام لغاية اللحظة دي مش قادر ياخد قرار في رئيس اللجنة رغم انه هو اعلن ان فيه خبير اجنابي جيه ماركت لاتنبرج الحكم الدولي الانجليزي السابق وخلاص الرجل هيتولى المسئولية من اول شهر تمانية اللي جاي بعد ما ينتهي العقد مع الاتحاد اليوناني يوم تلاتين سبعة لكن لغاية اللحظة دي لا الكابتن عصام قدم استقالة ولا الاستس جمال علام عايز ياخد قرار جوا مجلس الادارة رغم ان الترابيزة وطاولة الاجتماع كلها بنسبة سبعين تمانين في المية واخدى قرار باقالة رئيس اللجنة لكن الاستس جمال علام متمسك باستمرار الكابتن عصام مش عارف ليه ولا حتى الكابتن عصام بعد تعيين كلاتنبرج طلع اعلن ان هو متقدم باستقالة رغم ان هو قال ده قبل كده بس زي ما انتوا عارفين يعني كل كلمة بتتقالب تتسحب بعدها لان ما فيش حد بيقدل كلمة اللي هو بيقولها طيب انا هستعرض قدامكم على الشاشة ملف باسم الحكم الكابتن واق الفرحار عشان تعرفوا الكابتن عصام عبد الفتاح بيدير لجنة الحكام صح ولا بيديرها غلط تكرار اسماء الحكام في بعض المباريات ده صح ولا غلط يعني ممكن تلاقي حكم مثلا ايه مطشين تلاتة اربعة بحدة اقصى ما بين حكم صحة وفار لكن توصل ان حكم بيتقرر عشر مطشط عشر مباريات ازاي يعني ده بأي منطقة كابتن عصام اللجنة اللي انت حاطت فيها اكتر من عشرين خمسة وعشرين واحد بتقامل ايه لجنة تطوير ولجنة فار برئاسة السيد مراد اللي ما كانش حكم دولي ولا يعرف حاجة عن الفار ولجنة فنية ومدير لجنة حكام الكابتن احمد ابو العيل ما عرفش دوره ايه دلوقتي هو بيشتغل مع الكابتن عصام اللي هو اللي بيدير اللجنة واللجنة فيها الكابتن فهم وامر ما عرفش هو استقال وراح يشتغل في الترسانة ولا مكمل في اللجنة محدش عارف حاجة رئيس اللجنة نفسه حسب مقير من اتحاد الكورة انه سافر المغرب هل سافر المغرب عشان انه فيه تحرك من رئيس الاتحاد الافريق عايز يعمل هيكل لجنة الحكام فالراجل خايف على الكرس والمنصف فسابد دوري فساب المنظومة وراح المغرب يحضر كاس أم أفريقيا للسيدات ولا وراح ليه مهلا بنتكلم على حضوره وقعود لجنة حكام في الكاف مهلا رحش الكاميرو نحضر كاس أم أفريقيا للرجال اللي هي البطولة الأقوى واللي فيها كل المسؤولين سابد دي وراح يحضر كاس أم أفريقيا للسيدات مهلا لما نفتح ملف ونتكلم انه فيه لجنة شغالة غلط مش هنسيب الملف ده لغاية لما يتاخد فيه قرار يعني في دولنا مسكين وفترة طويلة لغاية لما جيه خبير أجنبي طب كمل بقى يعني كمل القرار انت خدت خمسين في المئة من القرار كمل الخمسين في المئة التاني من رئيس اللجنة يتم إقالة رئيس اللجنة الحالي لأن شغله غلط الرجل شغال غلط بصوا جماعة على الشاشة عملت إحصائية على الحكام اللي أدار مباراة الأهلي واللي أدار مباراة فيتشر في مباراة الأهلي لقيت مثلا أربع حكام خمس حكام جوم مثلا أربع مرات خمس مرات وده وارد على فكرة لكن على الشاشة قدامكم جولة التسعة يوم 16 فبراير فيتشر والبنك الأهلي يوم 16 فبراير لقيت الكابتن واقل فرحان حكم تقنيت فيتجو فار حكم تقنيت فيتجو الفار في الجولة التسعة طيب نروح لي الجولة الحداشر يوم 25 فبراير ماتش فيتشر والمولين العرب الكابتن وقل الفرحان حكم ساحة طب نروح للأسبوع اللي بعديه الأسبوع اللي بعديه على طول يوم 9 مارس غزل المحلة وفيتشر الكابتن وقل الفرحان حكم تقنيت فيتجو طب نروح على الأسبوع اللي بعديه المقصة وفيوتشر ده قدامنا مباراة المقصة وفيوتشر الأسبوع السبعتاشر يوم 29 إبريل حكم تقنيت فيتجو برضو طب نروح على الأسبوع الأسبوع اللي بعد السبعتاشر كان فيه 18 روح على الأسبوع التسعتاشر فيوتشر والاتحاد حكم ساحة والفرحان الأسبوع الواحد وعشرين فيوتشر وإسترني كامبني شريال الدخان يوم تسعة وعشرين مايو حكم تقنيت فيديو إيه ده؟ ست مطشاط في الدور الغاية دلوقتي ما بين أربع مباريات حكم تقنيت فيديو حكم رئيسي مش مساعد حكم رئيسي ومباراتين حكم ساحة طب نروح بقى المبارات كأس الربطة وكأس مصر الدور قبل النهائي لكأس الربطة اللي تلعب يوم الحد لفات 3 يوليو فيوتشر وإمبي كان حكم ساحة طيب نروح لي اللي بعدها كأس مصر دور 32 يوم 26 مارس فيوتشر ومنتخب سويس كان حكم تقنيت فيديو طب نروح على كأس الربطة المباريات اللي كانت في بداية البطولة دور الستاشر مطش إسترني كامبني شريال الدخان مع فيوتشر كان يوم 12 يناير حكم تقنيت فيديو طب نروح ليه كأس الربطة برضو مطش المصر وفيوتشر الكابتن واقي الفرحان حكم تقنيت فيديو مع الكابتن محمد الحنف يوم 26 يناير إيه ده؟ إيه ده يا جماعة؟ هي اللجنة بتشتغل إزاي؟ أنا عايز أفهم الرجل اللي مسؤول عن تعينات الحكام في لجنة الحكام هو بيشتغل إزاي؟ هو بياخد القيمة بتاعت الأسبوع الحداشر يعدي أسبوع 12 ويحطها في الأسبوع التلاتاشر؟ ده معنى كده إنك لا بتاخد بتقارير المراقبين ورايب الحكام اللي بيرايب ده بدي درجات هل الرجل ده بتقاريره جايب 10 من 10 عشان يقرر كل المتصد ديت؟ خدوا بالك أنتكلمت على الدوري لوحده وكأس الرابطة لوحده لكن لو بسطوا على التواريخ بصوا 12 يناير 26 يناير 16 2 25 2 9 3 26 3 29 4 17 5 29 5 37 هل بنتكلم فترة زمنية من المباراة والتانية يا إما سبوعين يا إما ثلاثة يا إما سبوعين يا إما ثلاثة ورا بعض هو هوي الفرحان حكم دولي؟ لا مش حكم دولي إيه ده؟ ليه؟ ده على فكرة أنا لسه ببحث بس على مباراة الأهل وفيتشر لسه مروحتش لبقى الفرق ده أنا ممكن ألاقي محمد معروف رايح لفرق مثلا خمس مرشات ورا بعض ممكن ألاقي مثلا محمد الحان في أربع مرشات ورا بعض أنا مش بتكلم على الحكام أنا بتكلم على اللجنة اللي بيتدير ملف التحكيم في مصر إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتقرره ده؟ يا رجل ده لما في مبكس العامل الأندية لما جيه حكم حكم للأهل مباراة السيمي فاينال والتالت والرابع الإعلام الرياضي كله قالك إزاي الفيفا يعمل كده؟ يعني مطشن ورا بعض مش عشر مطشات ما بين دوري وكأس ربطة وكأس مصر وبعدين هو مثلا مش محمود البنة ولا أمين عمر ولا حكم دولي ولا محمود عشور لكن وقى الفرحان في كل المطشات دي ليه؟ وليه فترة برضو كان محمود باسيوني منطقة اسكندرية مطشات كتير ورا بعض أنا عايز أفهم بس هوجي سؤال للكابتن عصام سواء ساب اللجنة النهاردة أو بكرة أنت بتعين الحكام بأي معيار يعني أنا عايز أعرف اللجنة اللي بتدير ملف التحكيم في مصر إيه هي المعيار بتاعها اللي على أساسه بتختار القطقم التحكمية والله لو رد علي وقال أنا معياري واحد اتنين تلاتة واختنعنا بيها يا سيدي أهلا وسهلا قلت النواق يا فرحان ده بتقنية الفيتجو عشرة العشرة مفيش مشكلة بس تقرروا الباقي الفرق يعني بيلف على التمنتاشر فريق مش بالشكل ده مش بالشكل ده أنا بقالي أكتر من شهر والله بستعرض مستندات رسمية من صفحة اتحاد الكورة ومحدش في اتحاد الكورة واخذ بالله وبيعمل ايه مفيش قرار طلع رسم الغاية دلوقتي باسم رئيس اللجنة هل يجي كابتن جهات جريشة هل يجي كابتن ياسر عبد الرقوف هل يعتم بالاستعانة لكابتن ناصر عباس هل كراتن برجة يبدأ من شهر تمانية في الدور الحالي ولا السنة الجاية حدش عارف حاجة طيب أخرج فاصل وبعد الفاصل نتكلم عن الاهلي ونشوف السوشيال ميديا او ركزت على ايه بخصوص الاهلي بعد اتعادل مع الجونة بالامس الحقيقة ان العلاقة ما بين مصر والامارات علاقة تاريخية سواء على مستوى القيادة السياسية او الحكومات وشعب مصر والامارات شعب واحد طول عمرنا تربينا على كده الشراكات والعلاقات ما بين الدولتين مستمرة الحقيقة انا سعيد النهاردة وزي ما قلنا جوه احنا بنعتبرها شراكة وتوأمة ما بين ربطة الانداء المصرية وربطة الانداء الاماراتية المحترفة حقيقة هم اشتغلوا كويس قوي بقى لهم 15 سنة يعني احنا 100 سنة كورة بس اول سنة ربطة بس عندنا كل مقاومات كورة عندنا جماهير عندنا انداء عريقة عندنا يعني كل المقاومات فاعتقد ان الشراكة دي هتفيد الجانبين هنستفيد ما يخص الاحترافية تنظيم المسابقات التشكيل الاداري ودي الحاجات اللي هم نكحوا فيها وعندنا مشاريع وافجار حطناها احنا بقلنا 4 شهور شغالين على الاتفاية دي مش هي اتفايات مرشاته بس ولكن هي شراكة ابعد هيكون لها ان شاء الله عائد كبير على الدوري المصري والدوري الاماراتي عملية التعاون اكيد ما رح يكون لها حدود هي مش قصة ان احنا حطينا واحد انا ثلاثة هذه النقاط فقط هي كيف احنا ممكن نستفيد من هذه الاتفاقية ومثل ما ذكر سعد النايب احمد ان هي توأمة بحيث ان يكون فيه علاقة مشتركة دوري المصري دوري كبير دوري جماهيري دوري فنيا قوي فاكيد رح تكون فيه فايدة ايضا مشتركة ما بيننا وبينهم هي ليست فقط قضية مباراة او سوبر هي تبادل تعاون تبادل استفادة من ناحية الفنية من ناحية التكنولوجية من ناحية التسويقية كثير من النواحي صدقني هي مش قصة فقط نقاط معينة ورح نكتفي فيها رح نتطلع لما هو ابعد عن ذلك بكثير عن فقط اللي هي عملية المباريات المشتركة اهلا بحضراتكم من جديد وزي ما نشوفت على الشاشة حاليا كان كلام مهم جدا بخصوص اتفاقات التعاون والتوأمة بين ربطة الاندال مصرية مع ربطة الاندال اماراتية وبالتأكيد اي حدث رياضي اي ايفنت ما بين مصر والامارات على المستوى الرياضي احنا بنسعد به جدا كل مباريات السوبر وكل مباريات الاهلي في ملعب الجزيرة في ملعب هزعب زايد في كل ملعب الامارات بنلقى فيها كل الحفاوة والاستقبال وجمهور النادي الاهلي وجمهور المصري بيسعد دايما بوجود الفرق المصرية على ارض الامارات العربية المتحدة نتمنى يا رب التوفيق لربطة الاندال الاماراتية اللي عندها خبرات كبيرة جدا في ملف دوري المحترفين لانها بالتأكيد ده سبقى في الملف ده منذ سنوات طويلة والدوري الاماراتي من الدوريات القوية اللي فيها استثمارات مهمة جدا نتمنى فيه التوفيق في الملف ده ويكون فيه اتفاقية ويكون فيه استفادة من الخبرات وكمان تكون بداية عمل ممتازة لربطة الاندال المصرية برئاسة الاستاذ احمد دياب خلال الفترة اللي جاية وعلى هامش ده كمان بإذن الله هنشوف بقى فيه مبارتنا كأس السوبر في الفترة اللي جاية في الامارات كأس السوبر للموسم الماضي اللي هيكون بين الاهل والزمالك ان شاء الله يوم واحد وعشرين اكتوبر وفيه كأس السوبر اخرى ان شاء الله لكن بعد ما انخلص الدور والكاس بالنسبة لي الموسم الحالي ونتمنى يا رب ايضا كمان يكون الاهل يطرف فيها لان بالتأكيد وجود الاهل في الامارات بيسعد الاشقاء جدا في الامارات العربية المتحدة وبيبقى رواج كبير جدا للحدث والإيفنت اللي بتنظم في الامارات العربية المتحدة طيب نروح بقى لتريند الاهلي وتريند الاهلي النهاردة معنا فيه تفاصيل مهمة جدا لان بالتأكيد ان سوشيال ميديا كلها عندها اخبار وكلام مهم بخصوص نتيجة مباراة الاهل والجونة ولا يحصل الفترة اللي جاية الحساب الرسمي ليلا كورة على تويتر قال وفقا لمصدر ليلا كورة النادي الاهلي يقرر او يقرر تجميد المستحقات على اللاعبين من المقرر ان يقوم سيد عبد الحفيز بابلاغ اللاعبين بقرار قسم المستحقات مع عودة الفريق الى التدريبات مساء غد الخميس النهاردة فيه راحة وفيه يعني حسب المصدر اللي قال ليلا كورة ان فيه قرار بتجميد مستحقات اللاعبين اولا طبعا فيه ليحة منظمة لهذا العامل ما بين ادارة الكورة والنادي الاهلي واكيد لما بيبقى فيه خسارة لمباراة ثم تعادل او خسارة نقاط تانية بيبقى فيه قرار طبقا للليحة اللي ما بين الجهاز الفن واللاعبين داخل النادي الاهلي طب اليوم السابع بيتكلم على سناء الاهلي يغادران الى الدولي الجنوب الافريقي بعد رحيل موسيماني هنا الكلام متعلق بلويس ميكسوني هينضم لأحد أندية فرق جنوب افريقيا والكلام انه عنده عرض من سنبا التنزاني وكمان فيه عرض ليه من خلال كايزر تشيفز الجنوب افريقي ده على حسب عهدت صحيفة سيتزين واليوم السابع نقل عنها ان فيه عروض بالنسبة لبيرستاو لويس ميكسوني في الدوري الجنوب افريقي ده هنشوف الفترة الجاية اول ما يكون فيه حاجة رسمية النادي الاهلي هيعلنها بخصوص ملف الراحلين سواء لعيب اجنابي او حتى لعيب محلي كورا بلس بيتكلم ايضا في ملف لويس ميكسوني ومكتوب بعد اقتراب رحيله الاهلي يحدد مواصفات بديل ميكسوني طيب بيتكلموا ان خلاص لويس ميكسوني اصبح خارج النادي الاهلي ولجنة التخطيط بالقالب تبحث عن جناح من اجل دعم الفريق بعد تراجع مستوى عدد من اللاعبين والتعاقد مع لعب في نفس مركز لويس ميكسوني وبيفضل ان اللاعب ده بيلعب بالقدم اليسرى وليس شرطا في حال وجود لعب مميز يملك امكانيات اعليا عمل عنشوف الفترة الجاية بخصوص الملف ده لانك اعتقروا كلام كتير قوي بخصوص ملف الرحلية اهو كورة بلس برضو بيتكلم فيها تاني وبيتكلم عن ان فيه توصية من لجنة التخطيط بالاستغناء عن حارس الفريق هنا الكلام على ضرورة الاستعاقد مع حارس مرمى جديد والاستغناء عن حارس من السنائي علي لطفي او مصطفى شبير على سبيل الاعارة او البيع النهائي لا تعليق لا تعليق على هذا الخبر في هذه الفترة اخرج الافاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد ونروح لاستكمال لفقر التريند الاهلي لان عندي فقى كلام مهم جدا بخصوص اليو ديانج حساب اليوم السابع على فيسبوك قالوا ان الاهلي يفتح الباب امام رحيل ديانج في الصيف وقالوا ان في حال تلقي نادي العرض مغري في امريكاة والصيف الحالي في ظل رغبة اللاعب ايضا في خود تجربة الاحتراف في احد الدوريات القبرى بعد قضاء ثلاث سنوات داخل الاهلي لا تمانع ادارة القرى في الاهلي متمثلة في الجهاز الفن وشركة القرى ولجنة التخطيط في رحيل ديانج حال تلقي القلع الحمراء عرض بقيمة مالية لا تقل عن سبعة او تمانية مليون دولار بيترقب مسؤول النادي وصول عرض رسمي من نادي اندرلاخت البلجيكي للحصول على خدمات ديانج لكن مصدر قال ان النادي لم يتلقى حتى الان اي عروض من اندرلاخت لضم اللاعب المالي طيب بخصوص اندرلاخت اليوم فيه تفاصيل جديدة نشرتها المصري الرياضي وقالوا بعد موافقة الاهلي في اندرلاخت البلجيكي مقابل خمسة مليون يورو في نفس السياق المصري اليوم النهاردة ركز على ان في عرض الاليو دينج من اندرلاخت مقابل خمسة مليون يورو للانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن المصري اليوم وحد الخبر ده او المعلومة من خلال الاتحاد المالي عبر حسابه الرسمي قدامكم على الشاشة ده حساب رسمي للاتحاد المالي على تويتر الحساب مكتوب فيه نصا كده نقلا على الموقع أفريكا فوت يونيتد ديانجي يقترب من اندرلاخت سيكون أليو ديانجي في اندرلاخت ولن يعارض اللاعب فكرة الانضمام للنادي البلجيكي سيقدره ناديه بقيمة 5 مليون يورو ويمكن للآله السمح له بالرحيل في حال تقديم عرض بصوا أنا ما عنديش مشكلة أن موقع أفريكا فوت يونيتد ينشر لكن الاتحاد المالي من خلال حسابه الرسمي ينشر تغريدة موقع أفريكا فوت يونيتد ويقول أن في عرض رسمي من اندرلاخت هنا الاتحاد المالي بيأكد المعلومة هنشوف بقى خلال الساعات اللي جاية مدى صحة هذا الخبر خاصة بعد ما الاتحاد المالي نشر على حسابه هذا الخبر هل في عرض ولا لا نروح على المشاركات والسؤال اللي طرحنا في البداية أو رسالة اللي طلبنا اللعيبة يوجهها للعيبة بعد التعادل مع الجونة أستاذ أنور أستاذ أنور بيقول ما فيش حاجة الأهل التنظيم جيد جدا ناقص بس التوفيق وده جاي إن شاء الله يعني هو بيتكلم أن ما فيش حاجة سلبية قوي التنظيم كويس بس ما فيش توفيق قدام المرمى أستاذ حمادة بيقول ما فيش حاجة نقولها غير كل الدعم في المتشاط القادمة آخر حاجة أستاذ طلعت بيقول ووصلنا المرحلة اخدم نفسك بنفسك وما فيش مجال للتهريج اختنموا أنصاف الفرص وكفا أعتقد الرسالة الأخيرة دي كافية ووافية اختنموا الفرص لأن اخدم نفسك بنفسك مراحل حاسمة ثلاث نقاط أكدناها مباراة كؤوس وما فيش يظهر في الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء